أستاذ رومي يعني اسمح لي بسرعة بس هقرى البيان اللي صدر عن وزارة الموارد المائية والراي إنه انتهت أمس طبعا يوم ما صدر البيان مبارح فعاليات الاجتماع الوزاري السلسي بشأن سد النهضة اللي عقد في العاصمة الإثيوبيا أديس قبيبة 23-24 سبتمبر ومشاركة فوض التفاوض مصر والسودان إثيوبيا المتحس باسم وزارة الموارد المائية والراي قال إن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يذكر شهدت توجه إثيوبي للتراجع عن عدد من التوافقات اللي سبق التوصل إليها يعني إحنا بينا في موقف كمان أسوأ رجعنا الورى بين الدول الثلاث في إطار عملية التفاوض واستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة والترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا طبعا في إتفاقيات الأنهار والتعامل معها من شأنها تلبية مصالح إثيوبية متصلة بسد النهضة دون الافتئات أو المساس بحقوق ومصالح دولتين المصر أخيرا قال المتحدث أن الوافد المصري بيستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة الوصول لاتفاق ملزم قانونا على يخص الملء والتشغيل بتاع السد ونحو يحفظ مصالح وطنية مصرية ويحمي أمن مصر المائي واستخداماتها المائية وفي نفس الوقت يحقق مصالح الدول الثلاثة بما فيها المصالح الإثيوبية المعلنة حط خط تحت المعلنة ديت وأكد أخيرا أنه بات من الضروري التحلي بإرادة سياسية وجدية لازمة للتوصل بلا إبطاء لهذا الاتفاق في إطار زمني تم الاتفاق عليه في 31 سبعة بين في اللقاء لو تفتكروا قلت حضرتكم في المقدمة في مؤتمر دول جوار سودان في 31 سبعة في اللقاء الرئيس عبد الفتح سيسي برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وأكد في نفس الوقت على وجود عدد من الحلول الممكنة فنيا وقانونيا ممكن توصلنا للاتفاق يراعي مصالح مختلف الأطراف عايز أعرف تعليق حضرتك على البيان في الأول يعني حبتدي من كلام حضرتك بالمصالح الإثيوبية المعلنية آه حضرتك لاحزت برضو متأكيد يعني في العام 1964 ظهرت الفكرة التنموية لمشروع سد الألفية تنموي من أجل توليد الكهرباء لدولة بتفتكر الكهرباء وبشدة أنا عصرت ده بنفسي لكن في العام 2011 تحول المشروع لسد النهضة دون أي تطوير للدراسات الأمريكية منذ العام 1964 أو دون الإعلان عن عكس ذلك ليتحول المشروع لمشروع للمكايدة السياسية على ما يبدو لأن الهدف التنموي لم يتحقق حتى الآن نصل إلى العام الثالث عشر على التوادي لم تتولد الكهرباء لم تنتقل الكهرباء من الأدنة إلى الأعلى لأن موقع سد لا يسمح إلا بذلك وما زالت أسيوبيا في هذا الإطار ونرى هذا البيان اليوم ونتساءل لو أن الأمور تسير على واضع جيد أو أن أسيوبيا قدمت ما يجب أو ما يلزم من تطمينات ما تداعي لمثل هذا البيان من دولة كبيرة مثل مصر إلا أنها بالفعل تواجه تعصرا أو حائط صلد من الفكر الأسيوبي المتجمد والمتعند واضح أنه يعني إحنا اتعودنا على أكتر من وعد من أبي أحمد وما بفرقش معاه خالص تقريبا هما ما بيزعوش الحاجات دي عندهم يعني أنه هما ما بيقولوش أنه هو تعهد بأنه ما يمسش مصالح مصر والسودان المائية وأنه ما يضرش الحصة بتاعتنا وحضرتك كمان بتقول أنه هما حتى ما ولدوش كهرباء يعني إيه الفكرة إحنا اللي بنشوفه أنه المشروع ده عبارة عن مشروع عامل زي البناء هش كده كأنه بيوحد الأقوام والقبائل في أسيوبيا على أنه ده المشروع القومي وده الموضوع الكبير وده ما فيش فائدة منه والغد دلوقتي 13 سنة يعني إيه الفائدة من هذا المشروع الكبير يعني يعني خلينا أقول سيادتك أن المشروع ده متعدد لاستخدامات السياسية آه والأهداف وآخر أهدافها هي الأهداف التنوية المشروع يستخدم دائما لي يعني الأهداف الغير معلنة لأصادها الباية يستخدم دائما لي الضغط على الجبهة الداخلية يستخدم لي توجيه الشعب الأسيوبي نحو عدو وهمية وهمونه في خيالهم لم تكن مصر أبدا دولة ضد التنمية الأسيوبيا أو لغيرها ولكن هذا ما يروج لي الشعب الأسيوبي يعني أنا اليوم كنت في تواصل مع أحد الأصدقاء الأسيوبيين وهو يؤكد بأن أسيوبيا قدمت كل التطمنات وكل الرسمات اللازمة لدولتين الممر وهي السودان والمصاب وهي مصر وسألته يعني مصدر معلومتك إيه هو لا يجد معلومة لا يوجد أي بيان راسمي الله أمر هو إيه جاب منين أنهم قدموا التطمينات ده الخطاب الداخلي داخل الأسيوبيا للشعب الأسيوبي بأن مصر ده وصف المفاوضات وبيوصفه مصر أن هي بقى المتعنتة بالتأكيد دولة دولة متجمدة متعنتة ترفض التنمية وتستأسل بمياه النيل يعني حتى كيف تستأسل مصر وهي الدولة الأخيرة يعني تستخدم ما يصل إليها في الأخيرة هم عندهم مليارات من الأمطار من المياه من المياه النيل كمان بالتأكيد بالتأكيد السد فنيا لما ننظر لمواصفاته الفنية لا يبدو أبدا على الإطلاق أنه أقيمة لتوليد كهرباء فقط لأن تخزين هذا الكم الهائل المستهدف 74 مليار متر مكعب من الماء إن وصلوا إليه في منطقة صخرية لا يمكن الزراعة بها أمر يدعو للدهشة لأن من البديه أن توليد الكهرباء يتم عبر تمرير المياه على تربنات ضخمة وهو فكرة السد الأساسية التي قبلتها مصر في البداية لكن ما يحدث الآن هو أمر منافي لذلك والخطورة بأن هناك نسبة ولو قليلة ربما نصف المائة من انهيار السد بالتأكيد كرسة طبيعية طب خلينا ناخد الأمور واحدة واحدة يعني هما إيه يعني بعيدا عن فكرة المشروع الفكري يعني أو الأهداف السياسية هما بيعملوه ليه لما هو يعني دي استثمارات بالمليارات وفيها السعودية وفيها اسرائيل وفيها دول أخرى وأنا بقولها صراحة عشان ما حدش يقول إن إحنا بنقول اللينا واللي علينا وإحنا ما بنطلبش حد زي دول أخرى إن طالما أنت صديقي ما تعملش أي حاجة أنت تشوف فيها مصلحتك حتى لو ضدي يعني كل واحد شوف مصلحته براحته لكن هي الفكرة الناس دي بتستثمر ليه؟ إذا كان حددك بتقول مش حيطلع من وراء كهرباء وأرض صخرية مفيش زراعة تبا يعملوا إيه بالمليارات؟ هما خزنوا الغدل وقت حاجة وخمسين؟ آه تأكيد صحيح؟ بعد الملء الرابع آه أوكي هي الفكرة أن تكلفة السد الاستثمارية 4.8 مليار دولار تصل إلى 8 مليار دولار في نهاية مراحله كويس هذه الأموال صعبة جدا للتوفير بالنسبة للأسيوبية اعتمدت على يعني تمويلات خارجية على شراكات وعلى جزء كبير من السندات دفعها الشعب الأسيوبي أملا في الوصول إلى الكهرباء في خلال ثلاثة أواب زي ما قلنا بعدها 13 سنة والكهرباء اللي هتولد من السد إن ولدت بتحتك قنوات توزيع أو ممرات توزيع لم تجرأ أو لم تنشأ حتى الآن وبالتالي كان من الأجدر لدولة تبحث عن الكهرباء كمصدر للطاقة أن تنشئ مجموعة من السدود الصغيرة الصغيرة السريعة التنفيذ بدلا من سد بهذا الكم الضخم هنا خمسين ميجا هنا ميت ميجا هنا متين ميجا نبص لقي نفسنا خدنا الكرابة اللي احنا عايزين طالبا عندنا قوية كتير قوي إنما سد واحد في مكان مجمع في تعالية 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 ومش قادرين يوصلوا للي خليهم يحجزوا الـ 74 مليار لو حجزوهم كرسة ولو ما حجزوهم شي محنش عارفين راحين فين اختيار موقع السد فوق سطح مستوى سطح البحر بـ 600 متر وتحت العاصمة أدس بـ 500 متر كأنه يعني مدرج وبارتفاع 170 متر البناء جسم السد بطول 1.8 من 10 كيلو متر أمر شديد الخطورة على بعد 30 كيلو متر من الحدود السودانية ويبدو أنه نقطة تهديد أو نقطة التهديد بالمنع أو الحبس أو التمرير بالتعطيش أو التكفيف أيما كانت كلها أمور تبدو من البداية بأن السيوبيا اختارت هذه الأداة أملا في تحقيق أو ضغوط سياسية سواء لها أو لصالح أطراف خارجية ولكن بالتأكيد لا أفترض بأن هذا الأمر سوف يستكمل في هذا الإطار لأن نجاح السيوبيا في تمرير هذا المشروع يعني بأن كل دولة تتحكم في مورة مائف العالم تستطيع أن تكون بنفس هذا الفعل وبالتالي نتدخل فيه عدد لا محدود من حروب المياه في العالم والعالم لا يستطيع أن يستمر وده السبب اللي خلى جلسة مجلس الأمن محدش فتح بقولة أن الصين عندها مشكلة مشابهة روسيا عندها مشكلة مشابهة كل واحد حاجز مياه عن اللي بعدي ترجمة نانسي قنقر